وكأن الحرب وحدها لا تكفي الكليرا مجددا تحصد أرواح اليمنيين وتضعف مأساتهم في صنعاء والحديدة وعمران والضالع وغيرها من المناطق التي شهدت أكثر من 21 ألف حالة اجتباه بالكليرا توفي منها 103 حالات بحسب منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية دقت ناقص الخطر بالتحذير من انتشاره مؤكدة أن الحرب كان لها الأثر الكبير في تفشي الوباء لا سيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين منظمة اليونسيف قالت إنها قامت بعلاج أكثر من ألفي حالة فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها زودت 570 حالة بالعلاج اللازم يؤكد مختصون أن تكدس أكوام القمامة وانتشارها في شوارع صنعاء أدى إلى انتشار وباء الكوليرا بين المواطنين بل إضافة لما تسببت به الظروف الجانبية للحرب والتي ألجأت الناس للمياه والأطعمة الملوثة استمرار إضراب عمال النظافة سيؤدل تفاقم انتشار الأوبئة في ظل استخفاف الانقلابيين بحياة المواطنين واستمرار تراكم أكوام القمامة في جميع الأحياء السكنية عشرات ألاف الأرواح باتت رهن وباء بدائي يمكن أن تتفاداه السلطات لإنقاذ أرواح الأبرياء فيما موجة الانتقاد حملت المسؤولية المشتركة للسلطات على الأرض والمنظمات الدولية المتخصصة فيما يذهب آخرون لأن جدية هذه المنظمات مرهونة بالتعامل مع هذه الكارثة التي تشهدها اليمن خصوصا عقب الإعلان عن تعهدات جنيف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية تجاه اليمن يعيش اليمنيون على كف ضمائر المسؤولين إلا أن المناطق الخاضعة لسيطرات الانقلابيين تبدو أشد خطرا أمام تدهور مستوى الخدمات الطبية وتساهل سلطات الانقلاب واستخفافها بأرواح الناس